أشار السفير المصري بالسودان حسام عيسى إلى الجهود التي تبذلها مصر لتعزيز مسيرة التنمية في السودان خلال المرحلة الانتقالية خاصة فيما يتصل بالربط الكهربائي المصري للسودان ورفع قدرته من 70 ميجاوات حاليا إلى 300 ميجاوات خلال هذا العام وخلال لقائه بالقصر الجمهوري بالخرطومة عضو مجلس السيادة الانتقالية السودانية يوسف جاد كريم أكد السفير المصري أن اللقاء تناول سبل التعاون بين البلدين في مجالات الطبية والعلاجية والمنح الدراسية من جانبه أكد عضو مجلس السيادة متانة العلاقات السودانية المصرية مشيرا إلى أهمية تطويرها إلى أفاق أرحب في المجالات كافة من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين استعرضنا أيضا كافة أوجه التعاون الثنائي فيما يتعلق بمساهمة مصر في جهود التنمية السودانية في هذه الفترة الهامة التاريخية من تاريخ السودان الشقيق خاصة فيما يتعلق بالكهرباء والربط الكهربائي الذي تقدمه مصر للسودان بتقط 70 ميجاوات وسيزيد إن شاء الله هذا العام إلى 300 ميجاوات ثم ألف ميجاوات جلها إلى المنطقة الشمالية في السودان وغيرها من المناطق وكذلك أيضا وسائل التعاون الأخرى كالمنح التلاصية وربط السكر الحديد والأدوية والفرق الطبية ترجمة نانسي قنقر